فوضى ما بعد إعلان نتائج الانتخابات في العراق وطريقة توزيع مقاعد البرلمان الجديد عقب إعلان النتائج وتهديد الخاسرين لما يسمونه بالسلم المجتمعي أحداث تطرح عدة تساؤلات بشأن شكل الصراع المقبل بين الأحزاب السياسية وسط مزاعم الإصلاح التي يكررها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في كل تصريح له إصلاح سياسي أو اقتصادي لم يعد كونه شعارا تكرر على مدى سنوات ليبقى مجرد شعار فشل صاحبه في تحقيقه على الواقع وفقا لمعهد الولايات المتحدة للسلام بينما تقول مجلة فورين بوليسي الأمريكية في تقرير لها إن العراقيين متيقنون أن الصدر عاجز عن معالجة أزمات البلاد ولن ينجح في إلغاء سياسة المحسوبية أو مكافحة الفساد عبر مواجهة شركائه لا سيم الموالين لإيران نظرا لأن التيار الصدري كان ولا يزال جزءا من الحكومات السابقة حيث فشل في تطبيق دعاية الإصلاح ليتهم التيار في نهاية المطاف بالعنف والفساد مثل باقي شركائه السياسين مجموعة الأزمات الدولية بدورها أكدت أن تمكن الصدر من تشكيل حكومة تستبعد تحالف الفتح وباقي الميليشيات الموالية لإيران أمر مستبعد تماما وإن حدث فإن صراعا حتميا سيشتعل في العراق الذي قد يشهد الكثير من التحولات في الفترة المقبلة إذا ما تم تشكيل البرلمان والحكومة وفقا لمصالح الأحزاب نفسها التي احتج العراقيون ضدها وضد نظامها نظام المحاصصة الطائفية هو عوائب السجور بعد ما نسكت عليهم التنافس بين التيار الصدري والميليشيات الموالية لإيران هو صراع على النفوذ يقول مراقبون لكن المتصارعين قد يتفقون من جديد على غرار العام 2018 حينما توصل الصدر إلى اتفاق مع باقي الشركاء بشأن تشكيل حكومة وصفت بالتوافقية بخلاف إرادة العراقيين